السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم جميعا طيبين دار الافتاء المصرية بتعلن ان غدا هو المتمم لشهر الرمضان المبارك وبعد غدا هو اول ايام عيد الفتر المبارك اعاده الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليومي والبركات كل سنة وانتم جميعا حاضرين وغائبين طيبين وبكل خير ان شاء الله ثانيا اللهم انصر اهل فلسطين اللهم بارك فيهم عددا اللهم احفظهم واحفظ كل دم عربي مسلم ربنا يفتري على كل مفتري وكل ظلم ربنا يرحم كل ميت وربنا يشفي كل مريض وربنا يشفي كل مصاب ولعنة الله على الظالمين يلا بنا فيديو يمكن يكون صارم حد جدا في الكلام وحتى في الملامح ولكن اعذروني لاني ده وقته وانا هنا بما اني صاحب كلمة وصاحب رسالة انا اللي مسؤول عنها فواجب علي اني اطلع واعمل فيديو زي ده هنا منبر اهلاوي مهما تكلمت او تحدست عن اي حد في كل المجالات الرياضية هيفضل النادي الاهلي بالنسبالي هو العشق وهو رقم واحد وانا هنا المسؤول عن كل حاجة بتتقال او بتتكتب او حتى بقولها على سبيل الهزار والترياء انا اللي ببقى مسؤول عنها وانا عارف ان انا اللي ببقى مستفيد من وراها اذا كان حب للناس او حتى مكاسب مادية لكن في النهاية اذا كان في حد ممكن يستفاد غيري من هذه المنصة فهو هيكون النادي الاهلي وبما اني برضو عارف ان فيه كتير مش مصريين متابعيني فضروري جدا ان انا باين لهم الصورة اللي الناس واخدها عن ناس تانية في الرياضة المصرية والناس دي مش بتكلم عنهم بالاسلوب ده لانهم بس يظهرين بمظهر ملائك لا لانهم بيسوقوا صورة النادي الاهلي بشكل غير مباشر فانا هنا عشان اصلح صورة النادي الاهلي وكمان اباين للناس قد ايه الناس دي وجه ملائكي منظر وما فيش من وراه اي حاجة كويسة خلص اهلا بكم من المرات القليلة اوي اللي هتلاقوني طالع باعكم بتكلم في فيديو ما تكتبوا باسكريبت قبل ما اطلع اصور في العادي وفي الغالب بتاعي ما بحبش اصور بكلام مكتوب بحب اظهر باني تلقائي وده فعلا اللي بعمله في كل الفيديوهات بتاعتي ما ببقاش محضر حاجة غير بس التشكيلات والارقام اللي بتبقى محتاجة فعلا انها تطلع صحيحة اما وجهات نظري فما ببقاش كتبها في ورقة خالص الفيديو بتاعي النهاردة انا كاتبه باسكريبت اي نعم هو مش اسكريبت دقيق اوي ولكنه بعض الكلمات وبعض الجمل اللي ممكن تسعدني ان يطلع الفيديو زي ما انا عايزه يطلع او قريب من مين اننا عايزه يطلع انبارح كان فيه مباراة الاهلي والزمالك في الدرب التاني في شهر رمضان في دوري مصر 2021 وظهرت فيه بعض الحاجات في المباراة وبعد المباراة مصيرة للجدل تستدعي ان الواحد تتكلم عنها ويوسقها في فيديو قبل الماتش جمهور النادي الاهلي واغلبية كبيرة منه كانوا بيتطريقوا على شيكابالا او بيتكلموا في نقطة معينة على سبيل الهزار وهي ان كلهم بيقولوا ان شيكابالا كلما يسجل في مباراته مع النادي الاهلي بيطلع النادي الاهلي كسبان فيها خليني اسرد معاكم التلك مباريات اللي في تاريخ شيكابالا العشرين سنة كورة اللي سجل فيهم اهداف في النادي الاهلي والمبارات اللي انتهت بنتائج عاملة ازاي الاهلي والزمالك اول هدف لشيكابالا احرزه فينا كان في نهاية كاس مصر 2007 والمباراة خلصت اربعة تلاتة للنادي الاهلي والاهلي يفوز بكاس مصر الهدف الثاني اللي سجلوا شيكابالا فينا كان في 27-11-2020 الماضي في نهاية أفريقيا والنادي الأهلي برضو كسب 2-1 بهدف محمد مجد أفشي الهدف الثالث اللي سجلوا فينا شيكابالا كان في شهر رمضان المبارك دا يضوبك من 20 يوم وبرضو النادي الأهلي كسب بهدفين لمحمد شريف مقابل هدف لشيكابالا وكان الجميع متفائل بأن كلما يسجل شيكابالا الأهلي بفوز طلعت وكتبت على صفحيتي على الفيسبوك وقلت يا جماعة بلاش نتنمر أو نشتم شيكابالا وخصوصا قبل مباراته مع النادي الأهلي لإني عندي إحساس شخصي مفيش حد فيكم مطالب بأنه يتبعوا بأن عوض ربنا دايما جميل لشيكابالا وكلما بيتريعوا عليه الناس ربك بيكافؤوا إما بجون إما بترقيصة إما بشوه بتطلعوا شكله حلو في المباراة فبلاش تتريعوا على شيكابالا بأنه كلما يسجل بيطلع الأهلي كسبان يمكن عوض ربك الجميل يكون له في المباراة دي ويسجل شيكابالا هدف وإحنا ما نقدرش نكسب والمباراة تخلص بهدف شيكابالا عشان أحط الجميع في الصورة كمان وما ببقاش أي للصورة منخوصة قبل المباراة في يوم كان فيه برنامج بيتزع على MBC مصر اسمه رازانوة مهيب وكان مستضيف حيث إن الشحات لعب النادي الأهلي وكان من دمن مسابقات البرنامج إن اللاعب أو الضيف بيحط صورة أو بيكتبوله ورقة مكتوب فيها اسم لاعب وبيحطها فوق راسه كده وما ببقاش عارف إيه اللي مكتوب فيها وبيسأل الجمهور أو الاؤديونس اللي موجودين قدامه وبيقولهم قلولي مواصفات الاسم اللي فوق ده وأنا حاول أخمن مين اللي موجود فيها فضلوا الناس يقولوا له أقرع طبعا شيكابالا أقرع فهو معرفش مين واحد من الاؤديونس قال له ميت وطبعا ده لقب أنا ما بحبوش وبكره تماما إنه يطلق على شيكابالا بعض من جمهور الأهلي يقولوا على شيكابالا ميت بما إنه يعني سنه كبر وليقته نزلت وما بقاش بيبزل مجود كبير فالناس بقولوا عليه أنت ميت كرويا فحسين الشحات لما سمع حد إن الناس بيقول ميت فبعدها قال طيب شيكابالا فالناس قالوا له آه صحة هو شيكابالا المهم إن بعد اللقاء ده حسين الشحات وده ده أنا عارفه معلومات الشخصية إنه طلب من المعدة بتاع البرنامج حس في الجملة دي والمعدة ما حزفهاش ونزلها الله يصبحه وبوناء عليه شيكابالا أو جمهور الزمالك فدل يشتم في حسين الشحات من قبل اللقاء نخش للي حصل في المباراة المباراة فدلت ماشية سفر سفر وشيكابالا كان قرب يسجل الهدف الثالث على التوالي في المباراة الثالث على التوالي وبنفس الطريقة طريقة أريان روبين إنه بيطلع لبره ويحطه لكن الشيناوش لها شيكابالا اتغير وتلع من المباراة وهنا أهلا وسهلا بالأحداث شيكابالا وهو خارج زي ما انتم شايفين في الصورة كده بيشاور على جزمته ودي مش المرة الأولى لشيكابالا يشاور على جزمته وهو خارج من الملعب في مباراة وبيحط الجزمة فوش جمهور النادي الآن المضحك بالنسبة لي إنه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك برر الكلام ده وبيقول إن شيكابالا في مشاورته على الحزاء كان بيتكلم المدرب بتاعه بيقوله أنا نفسي كنت أكامل المباراة عشان أجيب كون بشمالي تاني ضحك وتهريك وهنا الأمر اللي حسمه تماما مراقب المباراة في تصريح تلفزيون مسجل وقال فيه اللي حصل بالتفصيل اللي حصل بالتفصيل إن شيكابالا وهو خارج جمهور الزمالك اللي موجود في المدرج وكان عدده 25 لإن الاتحاد الكرة المصري كان محدد عدد الجمهور اللي يحتر من كل فرقة 25 من كل فريق طبعا بيبقوا مكتوبين عن طريق مجلس إدارة كل نادي واللي حصل بالضبط إن الجمهور اللي موجود في المدرج هتف وقال شيكابالا يقول لكم تتتة بوكو كلكو ودي شتيمة تتتة دي شتيمة طبعا طبعا احترام اللي حضراتكم مش هقولي شتيمة لكن الناس عارفها الجمهور قال كده فشيكابالا رد وشاور على الجزمة ثم جمهور الأهل اللي في المدرج رد على شتيمة على شيكابالا وده رد فعلي طبيعي جدا أنا مش موفق عليه بس أنا بحكي اللي حصل أول رد فعلي زملكاوي كان بالنسبة لي أنا غريب وعجيب هو ظهر على الهواء من أعضاء الستوديو التحليلي للقناة النقلة الوحيدة للمباراة وهي قناة أون تايم سبورت اللي كان فيها في الستوديو التحليلي الكابتن سيف زاهر أو في ضيافة محمد فاضل وأيمان يونس والكابتن حزيم إمام ورد فعلي زملكاوي اللي هم أيمن يونس وحزيم إمام كانوا بيقولوا إن شيكابالا بيعمل كده لإن الجمهور شتموت وأنا أتحدى لو واحد فيهم واحد فيهم سمع على الهواء زي ما إحنا سمعنا على الهواء واحد فيهم بس سمع إن جمهور الأهل يشتمشي كابالا ما حصلش يا كابتن والله ما حصل بعد المباراة إيه اللي حصل بنلاقي إن مدير الكورة أسامة نبيه الشخص الرزينة العاقل صاحب الشخصية والكارزمة والوجه العبوس اللي ما بيهزرش ولا بيتحك الراجل اللي راجع لنادي الزمالك تاني عشان يسبتهم ويوقفهم على رجليهم ويعود النظام والالتزام لنادي الزمالك بيرفع ستوري لسورة شيكابالا وحطت رجله على إيده على الجزمة وكأنه فخور بما فعله شيكابالا شابوه يا كابتن أسامة برافو عليك وفي رد فعل الاتحاد الكورة بما إن المرائب أقر وصرح بإن شيكابالا غلطان وشاور على الجزمة لجمهور النادي الأهلي اتحاد الكورة بينزل عقوبة عبارة عن تهريج على شيكابالا وهي إيقافه للمباراتين وخصمة 50 ألف جنيه الغريبة إن من حوالي 3 أسابيع الزمالك في مقابله مع الإنتاج الحربي اللاعب محمد طلعت وهو خارج من الملعب تلفز أو تكلم كلمتين ما لهمش لازمة مع الجهاز الفني لنادي الزمالك وتخصم منه 20 ألف جنيه وتوقف أربع مباريات خلي بالك إن دي المرة الأولى والغلطة الأولى لمحمد طلعت في كاريرو والمرة الأولى ليه الموسم ده اتوقف أربع ماتشاط وغرام عشرين ألف جنيه أما شيكابالا اللي دي تقريبا المرة الخمسة وخمسين في تاريخه وغالبا المرة التانية من فترة قريبة لإنه في مباراة السوبر كانت توقف ثمان ماتشاط اتخصم منه خمسين ألف جنيه وتوقف ماتشين بس صراحة كلب مكالين وعقوبة عبارة عن تهريج تاني وتالت استمرارا للمهازل والتهريج الكتير اللي بنشوفه من التحدي الكرة المصري أما بقى الصفحة الرسمية لنادي الزمالك فكان لازم يكون لها رد فعل قوة ومؤثر وكان الرد الفعل القوة والمؤثر بتاعتهم إنهم رفعوا صورة شكبالا ومبتسم وبيضحك وكانهم بيقولوا خمسين ألف جنيه بأمسحة بيهم بقوكم استكمالا لما أحدث خليني برضو لإن أنا عارف إن أنا عندي عدد وقدر لا بأس بيه من الإخوة التوانسة اللي بقولهم كل سنة وانتوا طيبين الموسم الرياضي كمان عندكم قرى بيخلص وكمان بمناسبة عيد الفطر المبارك كل سنة وانتوا طيبين وقاعدوا الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليومني والبركات أنا عارف إن فرجاني ساسيا واحد من المؤثرين في الكرة التونسية وليه فانز كتير قوي ولكن خلينا أحطكم في الصورة إن الصورة مش وردية زي ما انتم جميعا فاهمين لازم أعرفكم إيه اللي بيحصل في مصر ولازم أعرفكم إن إذا كان فيه نجم تونسي متوج كملك للتوانسة في مصر بعد السيد السفير هو علي معلوله بس المباراة انتهت على خير والسيد فرجاني ساسي قرر إنه يعمل تويتا أو بوست يرفع فيه الصورة اللي أحطها لكم دي ويقول عليها إنك لما تبقى في حضرة الرقم 13 لازم تكون مستعد ومحضر نفسك يعني اللي أنا فهمته تقريبا يعني إن عاوزي جامل شيكبالا لأن الشخص اللي وقع قدامه في الصورة على الأرض هو حسين الشحات صاحب الموقف اللي حكيت لكم عليه في أول الفيديو لكن اللي عرفه وسيدي فرجاني ساسي إنك لما تجي تحب تحط صورة شيء معين تفتخر به يعني مثلا لو قررت تقول لحد لما تلعب صاحب رقم الرقم 13 لازم تكون مستعد حط يا رجل صورة ترقصها انت رقصتها لحلوة حط صورة جون ولا حاجة إنما ما تجيبش صورة فاول عليك أصلا اللقطة اللي حضراتكم شفتوها في الصورة أو البوست اللي رفعوا فرجاني ساسي ده ما كانش ترقصها رقصها لحسين الشحات بالعكس ده كان من فاول تحسبت فاول على فرجاني ساسي فلحظة ما حسين الشحات وقع على الأرض وتحسب له فاول اطلقت صورة في ريح بها فرجاني ساسي واستخدم عقلية الزمالكاوي الأصيل ورفعها وعملها بوست وافتخر بها الكثيرين الشيء المضحك إن الصفحة الرسمية لنادي الزمالك خدت الصورة ونزلتها عندها وكتبت عليها كابشنزيس أوصف الصورة دي رغم إن أي حد عقل يتفرج على المباراة هيوصفها ويكتب له فاول على فرجاني ساسي معلومة كمان للحبايب اللي مش مصريين حابب بس أديكم معلومات أو معلومة واحدة ممكن توصف لكم تعرفكم قدي الوهم الكبير اللي عايش فيه عشاء الفرجاني ساسي تاريخ فرجاني ساسي قدامي النادي الأهلي من عحيس عدد المباريات لعب 13 مباراة فاز واحدة شا تكلم تاني أنا كمان كنت عايزة أحط لكم سكرينشوتس للصفحات الزمالكوية بتتعامل مع الأمر إزاي وكمية الشتيمة والسبة وقلة الأدب على الموضوع لكن مش عايزة أدي الحد أكبر من حجمه ولا إني كمان أشايلكم أشايل نفسي زنوب على الفادي وإحنا في أيام مفترجة إحنا هنا قدام أزمة أخلاقية كبيرة إن جمهور الزمالك وصحابي أنا شخصيا الستوريز بتعيدهم على الواتساب أو على السوشيال ميديا كلها عبارة عن صورة شيكبالة وهو مشاور على الجزمة وكنهم فخورين بهذا الفعل وأغلبهم كتير قوي 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 حاط التبرير لشيكبالة إنك بتشتمه فطبيعي إنه يشتمك يا عزيزي كل لعبة الكرة بتتشتم وأنا ما ببررش ده ولا بقول إنه صح ولكن لكل فعل رد فعل أنا متفق بس يا حبيبي أنت مسؤول أنت مش واحد من الجمهور أنا عاز أعرف لو شخص تشتم من الجمهور وسكت وطلع إيه رد الفعل اللي يحصل من الجمهور أنا عاز أقول لكم على حاجة ما تكملناش عشر تيام وفي شهر رمضان الكريم ده جمهور الزمالك شتم عماد النحاس مدرّب المقاولين العرب وهم بيلعبوه رد عماد النحاس بكلمة واحدة وهم بيشتموه فيس توفيس في المدرّج وقال لهم رمضان كريم كان في نفس اللحظة في نفس اللحظة تسقيف من الجمهور اللي شتموه في نفس اللحظة ده رد الفعل وبالمناسبة مش عاوز أرجع برضو لورا كتير وقول لكم أدي أبو تريكا تشتم وتهان وأدي عماد متعب تشتم وتهان وتخاطف عرضه في مدرّكات الزمالك وترفع له بنارات ولوح باسمه واسم زوجته ولكن مردش ولا أتكلم وفي اللحظة اللي إحنا فيها دي عماد متعب ينال كل الرضا وكل التشجيع والمحبة من جمهور الزمالك إنك تكون لعيب كويس يمكن تكون سهلة إنما إنك تعيش إنسان محترم دي اللي صعبة ربنا يقويك على نفسك يا شيكابالا وربنا يقوي جمهور الزمالك على حالته الكورة أكبر بكتير يا جماعة من إنك تكسب بطولة أو تسعين ديئة الكورة الكورة أخلاق كل سنة وأنتو طايبين حبيت بس أحطكم في الصورة وأوسق الكلام ده لنفسي عشان بعد فترة أبقى أشوفه وأتفرج عليه تاني وقيم الوضع ساعتها عامل إزاي هل اتغير ولا لسه زي ما هو أتمنى لما أتفرج على الفيديو ده بعد سنة والتنين والخمسة ألاق الوضع تغير وإن كنت أشك كل سنة وأنتو طيبين ورمضان كريم وعيد سعيد وأخيرا اللهم أنصر أهل فلسطين العزيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة